طيب دكتور عمو الطالب يعني كما ذكر الأستاذ ويسل أنه الفروقات في هذه الانتخابات ضئيلة جد ضئيلة معنى كلام الأستاذ ومعنى النتائج أن هناك من كان يعطي أصواته لحزب العدالة والتنمية أعطى للحزب المنافس الآن نعم في الحقيقة نستطيع أن نقول حزب العدالة والتنمية في الحقيقة هي لم تخسر من حيث الإجمال لأن أصواتها كانت نفس الأصوات بحيث هي كانت في الانتخابات السابقة 52% وهي احتفظت على هذه الأصوات بالإجمال مع هذا الاتفاق الذي يتواجد فيه لذلك من حيث أصوات هي لم تخسر شيئا وهي ما زال في الحقيقة هي في صدارة وهي رائدة وهي ضائما ناجحة في الانتخابات كما ألفنا منذ تقريبا 17 سنة يعني هي لم تخسر كنتيجة لكن طبعا هناك بعض الشعور تحققت في الحقيقة كنا نتوقع يعني الخسارة في أنقرة طبعا أنقرة هي عاصمة هي مهمة بالنسبة للتركية وحتى هناك يعني حتى الآن التنافس مستمر حول طبعا نتائج إسطنبول أيضا يعني حتى الآن لم تتضيها النتائج لا سمح الله طبعا يعني هذا بالنسبة للعدالة يعني تعتبر هاتين مدينتين في الحقيقة هي لها المعنى الرمزي لذلك هي لا تريد أن تخسر هذه المدينتين لو خسرت في هاتين المدينتين أكيد ستؤدي إلى طبعا نوعا ما التوتر قلق أو حالة الإخباط أو إخباط أو خيبة الأمل في بعض الأشياء طبعا كل هذا متوقع لذلك المحافظة على أنقرة وإسطنبول حقيقة مهم جدا كما قلت لها قيمة المعنوية ولها قيمة الرمزية وهذا ربما سيؤدي نوعا ما لكن في نفس الوقت نقول يعني الخير فيما يختاروا الله الخير فيما وقع وقد تعيد يعني هذه النتاجلة النظرة من جديدة ترتيب الحسابات الداخلية في داخل البيت في داخل الأسرة يعني أكيد كان هناك خطأ أخطأ كان هناك يعني بعض الشاغلات هي كانت مزعجة من قبل حتى مشجئة حزب العدالة يعني الحزب طبعا منذ 17 سنة في الحكم وهذا شيء طبيعي تكونك إيجابية تكون سلبية تكونك أعداد لكن أفتكر دكتور أمو الطالب بأسف لأقطع كلامك أفتكر كلامك لي لما كنا هنا ضيف حضرتك كنت في التعليق على انتخابات الرئاسية وأيضا نفس الرسالة ذكرتها أن هذه النتائج بمثابة إنذار عادة البيت من الداخل داخل الحزب ومضى الآن على النتائج الانتخابات الرئاسية أكتر من سنة فهل لم يستطع حزب العدالة التنمية أو هل مشكلة في عادة الترتيب أن المشكلة في السياسة أنا هيسمحها من حضرتك بعد ذلك دكتور عبدالله ترجمة نانسي قنقر